عملتوا إيه علشان تدعموا الشباب في كافة المهن؟ ما هي البرامج التي خرجت من وزارة الشباب برياضة عشان تدعم الشباب؟ والله يعني احنا في وزارة الشباب برياضة بنشوف الشباب كمنحنة سني بيعمار بي أو كل الجهات بتتعاون وتتشارك في العمل فيه وده من ضمن توجيات السيد الرئيس عفتاح السيسي وكيزارة الدكتور أشرف صبحي فبدأنا نتعامل على الشاب المصري نفسيا وعقليا ومهاراتيا وزرحات قلت برضو التمكين بتاعنا برضو فيه جزء رياضي كمان يعني إنه هو يمارس رياضة كمان ده جزء من التمكين بتاعنا بطبعا وزارة شامل رياضة بالضبط لكن احنا بتكلم على الجزء التاني الجزء بقى المهارات احنا نردد بنحتفل بليوم العالمي للشباب واللي بيجي تحت عنوان مسارات الرقمانة في طريقها للتنمية المستدامة والرقمانة حاليا هي التي تقود العالم وفرص العمل دلوقتي موجودة كلها وفرص العمل المستقبلية كمان يكون متبطة بالرقمانة والمهارات الرقمية المختلفة فوزات الشباب بصراحة عدارتنا دوات بدلة جدا من 2018 وعملنا حص بما يسمى بمهن المستقبل أكثر من 50 مهنة هيكونوا موجودين و50 مهنة هيختفوا وبعدها نضرب الشباب عندنا أن نتلقلهم البرامج والمبادرات المختلفة أنه هنضربوا مع المريات دي المتبطة بالديجيتال والأي آي الزكاء الاصطناعي وكل هذه البرامج وبنبدأ معهم من أول مهارات استخدام الكمبيوتر لغاية ما نوصل معهم مراحلة متقدمة في برامج البرامجة وسياغة أو تصميم البرامج وإزاي يشتركوا فيه لانس كمان أنهم يلاقوا فرص العمل بتاعتهم في العالم بس مش بس داخل مصر دي كانت رؤية عندنا بدأة بنبادة جدا من فوزات الشباب والرياضة والحمد لله أني خدنا خطوات واسعة فيها طيب حضرتك شاب ومعاون لوزير الشباب والرياضة فأكيد أنت الأقرب لتفكير نفس الفئة العمرية بتعمل إيه؟ بتتواصل معهم إزاي؟ وبتسمع الأفكار إزاي؟ بتقدم لهم النصيحة إزاي؟ يعني هي دي الرؤية فعلا بتاعت السيد الرئيس والحلوكات السياسية بتواجد الشباب في الأماكن زي اللي أنا موجود فيها كمعاون ومعاون لوزير الشباب والرياضة وجزء أصيل من عمل لأنه هو التواصل مباشر مع الشباب بقالياتهم والأساليب بتاعتهم فأنا نشط جدا على السوشيال ميديا متواصل معهم مباشرة سواء القنوات الموجودة بتاعتي على السوشيال ميديا أو في الشارع أو في توردي في الأنشطة المختلفة أو البامر المختلفة فأنا عايش شاب عادي في رسول الشباب أخبار مراكز الشباب إيه؟ والله مراكز الشباب إحنا بنتعمل مع مراكز الشباب هي أولوية قصو يعني إحنا حالياً بيتنفس فيها بالنمج يسمي بالنمج صف شبابنا بجمهور المستهدف من الشباب سبع مليون شب في البرامر بتاعته وبيتضمن عشر مصارات منها المصارات الخاصة ببناء القدرات والتدريب على العمل والمهارات الثقافية والمهارات المجتمعية والتطوع يعني أكثر من خمس تلاف مراكز الشباب على مستوى البرمهورية دي أليع كويسة جدا للتواصل مع الشباب واحتضان الشباب ودكتور أشرف من سعب متولى المسئولية وبعد كمان تليد الثقة من القادة السياسية حط الأولويات فوق الأولويات لها مراكز الشباب تحويل مراكز الشباب بتاعتنا أو بتاعت الدولة لمراكز خدمة مجتمعية للشباب البيت للشاب في أي وقت يروح يلاقي الخدمات بتقدم ليه يلاقي العمل بيقدم ليه بيلاقي عمل من النشاط دايما متوارد داخل مراكز الشباب على مختلف المصارات بقى إحنا قلنا عندنا عشر مصارات تقعيبا خدمات بنقدمهم في الوزار